السلام عليكم ورحمة الله ازاي طلبة قول اعدادي هنحل مع بعض ان شاء الله جرامر جنات سيفن الوحدة السبعة طبعا شرح الجرامر موجود كله في جرامر آآ في قائمة تشغيل جرامر والاعداد الترم التاني هنا درس النهار ده ان شاء الله هيكون عن زمن الماضي البسيط اسئلة عليه والاسئلة اجابة الاسئلة بهال شرح القواعد دي كلها موجود في قائمة تشغيل جرامر والاعداد الترم التاني نبدأ مع بعض حل السؤال الاول اختاري الاجابة الصحيح ازهبت الى الحديقة الاجابة يا ساي دد ايوة انا زهبت هنا طبعا عندي دد هنا ايه ماضي بسيط يبقى هنا السؤال كان بايه بدد يبقى هتبقى ايوة انا زهبت هل زهبت للحديقة ياس اي دد مبارح قبل امس من علامات الماضي البسيط لما شوفها اختار الفعل في التصريف التاني يبقى عائلتنا الى منزلنا الجديد في الاسكندرية يبقى عائلتنا انتقلت يبقى التصريف تاني باضافة د لان الفعل اخره اخره ايه تبقى موفد يعني انتقلت عائلتنا بماذا ايه عندما بدأت الدراسة او بدأت في مدرسة جديدة هنا دد من علامات الماضي البسيط فعل مساعد مع الماضي البسيط دد بجيب بعدها الفعل في المصدر طيب المصدر من يا شعر تبقى خالد ذهب الى الحديقة المفروض اقول منذ عشر دقائق لانه التصريف التاني بنختار معاي حاجة اسمع ايه اجو نقول مسلا منذ عشر دقائق يبقى تيم مينتز اجو نحن الغداء اللي معان في مطعم المدرسة اليوم طبعا زيس مورنين هزا الصباح يعني هو انتهى المعنى كده ان الحدس انتهى في الماضي يبقى اختار تصريف تاني يبقى ويه هاد لانش تجزر تايب الانش تجزر تابل يعني مفروض في المدرع we have launch احنا بنتناول الغداء طب احنا تناولنا الغداء يبقى ويه الماضي منها في ايه هاد تصريف التاني من هاد هاد what you do last saturday انت ماذا فعلت صباح او الامس sorry last saturday يعني السبت الماضي انا اسفل انت عملت السبت الماضي يبقى هنا بسأل بفعل المساعد في الماضي يبقى what did you do ادت الاستفام بعد كده الفعل المساعد اللي اخترنا دد علشان هنا last saturday يعني السبت الماضي last من علامات الماضي البسيط اقول last saturday last week last month الشهر الماضي last friday الجمعة اللي فاتت يبقى what did you do last saturday i had his uncle three days ago i had عمه منذ ثلاثة ايام المفروض هنا منذ ثلاثة ايام كلمة ago من علامات الماضي البسيط three days ago بالتالي انا هختر ايه هختر فعل في التصريف التاني اول ما اشوف كلمة ago هختر فعل في التصريف التاني يبقى i had visited his uncle i had zarao عمه منذ ثلاثة ايام who did you last night من الليلة الماضية من رأيت هنا did ليه اخترنا هنا did علشان last من علامات الماضي البسيط وبالتالي حكت الفعل المساعد في الماضي يبقى did طيب did بجيب بعدها الفعل في المصدر يبقى who did you see i am my uncle and cousins in cairo three weeks ago عمي وابناء عمي في القاهرة منذ ثلاثة اسابيع يبقى انا زرت هنا go من علامات الماضي البسيط يبقى اختر فعل في التصريف التاني يبقى i visited بيضاف d o ed o i ed طيب احنا عندنا visit اخراتي بقى اختار هاد فلا ايدي بقى visited تصريف تاني today is sunday النهاردة بيكون اليوم بيكون الاحد so it is it a saturday yesterday لذلك الامس كان يوم السبت كان في الفعل في الماضي البسيط مع المفرد او ال it was طيب لو الجامع يبقى they were يبقى it a it was بالامس كان يبقى it was ايت مع المفرد بتاخد was was بتيجي مع الفعل المفرد في الماضي البسيط we visited the museum last week نحنو نزور المتحف الاسبوع الماضي هنا عندي عايز الجملة منفية طيب انا ده في الماضي البسيط بحاجة اسمع ايه didn't هو الفعل المساعد في الماضي البسيط اسمه didn't لما جم فيها هي بقى اسمه didn't و didn't بجيب بعدها الفعل في الماستر وليه اخترنا didn't عشان لاست من العلامات الماضي البسيط يبقى we didn't visit they happy at the cafe because it was noisy هم سعداء في المقى لانه كان مزعج كان في ضوضاء يبقى هم لم يكونوا لم يكونوا في الماضي مع الصفات ما اقولش they wasn't لا زي ايه they weren't they were هم كانوا طبا فيها ازاي باضافة انه بصدرفتي يبقى they weren't happy هم لم يكونوا سعداء بعد كده في نفس الصفحة complete the sentence with the correct form هنكمل بالصيغة الصحيحة من الكلمات اللي موجودة عندنا what did you a last weekend ماذا الاسبوع الماضي هنا عندنا last من علامات الماضي البسيط طيب جبنا معاها did فعله مساعد طيب بعد did بجيب الفعل ايه ماذا فعلت what did you do what did you do when your last english listen متى ايه درس الانجليزي الاخير بتاعك طبعا هنا ما عندناش فعل اساسي ما عندناش مسلا بجيب بدأ يبدأ لا يبقى هنا هبدأ يبقى هنا عند ايه listen واحد درس واحد مفرد يبقى قول الدرس كان يبقى ايه it was يبقى when was طب لو هنا listens يبقى هختار where لكن انا فعل مفرد يبقى ايه was مفرد انا جلست بجوار ولد اسمه سامي هو كان ودود هو كان يبقى ده حدث فين في الماضي معنى كده ان انا ايه جلست يبقى التصريف التانى من sit اسمه ايه ساعت i didn't on the big wheel last weekend انا لم اركب العجلة الدورة الاجهزة الماضية طبعا last weekend من علامة الماضي البسيط الاجهزة الماضية او عندي هنا اخترت didn't معي بنفي الماضي البسيط بكلمة didn't طب didn't بجيب بعدها الفعل في المصدر يبقى i didn't go go in the big wheel this morning هذا الصباح تعنا كده انو انته لان احنا مثلا بعد المغرب mama and i go shopping انا و امي ذهبنا الى التسوق يبقى الماضي البسيط من go التصريف التانى من go هتبقى اسمها wind it's wednesday today اليوم بيكون اليوم بيكون الاربع لذلك so it was to use tuesday لذلك يوم الثلاث كان اي كان بالامس يبقى so it was tuesday yesterday aiman lazy he was very active aiman كاسول هو كان نشيط جدا يبقى aiman لم يكن كاسول يبقى انا في وضعه aiman مفرد فبنقول was تبقى wasn't aiman wasn't lazy يعني لم يكن طب لو هنا مثلا جمع تبقى weren't there aren't any cars in ancient Egypt لم يكن اي سيارات لم يكن يوجد اي سيارات في مصر القديم يبقى لم يكن الجمع cars جمع سيارات جمع يبقى يفعش اقول زير wasn't لان احنا عايزينها في الماضي لان في مصر القديمة يبقى اي wasn't او weren't لكن هنا الفعل جمع يبقى زير ايه there weren't how long did it eat to complete the palace ما المدة التي استغرقها الامر اللي كي يتم بناء القصر يعني الاسر ده اتبنى في المدة قد ايه how long did it eat طبعا في الماضي فبقى اقول اللي فعل مزعدد طب بعد ايذت بجيب الفعل في المصدر يبقى how long did it take i went to alexandria three years اذهبت الاسكندرية المفروض منذ ثلاثة اعوان يبقى three years من علامة الماضي البسيط three years ago what places you visit last weekend الاماكن اللي انت زرتها لاجهزة الماضية مع الماضي البسيط بنسأل بفعل مساعد اسمه did did you visit with it بجيب بعدها الفعل في المصدر last week الاسبوع الماضي see an exhibition about telephones انا رأيت معرض عن الفيلة يبقى دماضي بسيط يبقى التصريف الثاني by a i so ده كده حل الماضي البسيط نكمل بقية حل اجابة الاسئلة بهل برضو شرح الجرامر ده موجود في قيمة تشغيل جرامر قول عدد الترم التاني did you eat to the park هل ذهبت الى الحديقة طبعا ديت بجيب بعدها الفعل في المصدر يبقى did you go what music he like he likes pop music ما الموسيقى اللي هو بيحبها هو بيحب الموسيقى a pop طبعا هنا like مدارع بسيط وفعل مفرد فبقول ايه هي لايكس انما هنا لو جامع يبقى zay like طبعا هي لايكس معنى كده ان الفعل المساعد هنا هيكون عندي doz يبقى what music does he like لما اشوف s اختار مكانها فعل مساعد اسمه doz طب هنا مفيش حاجة يبقى اختار do لو مثلا they like pop music يبقى what music do they like انما هنا فعل مفرد فالفعل في ايه اس لانه مدارع بسيط تعبير عن عادات او حقائق يبقى مفرد يبقى اسأل بفعل مساعد اسمه doz you go you go swimming yesterday هل زهبت في السباحة امس يبقى هنا yesterday من علامات الموض البسيط يبقى باسأل بفعل مساعد اسمه did you go did you go هل زهبت fruit do you like الفكهة الل انت بتحبه يبقى ما هي الفكهة يبقى which fruit which fruit do you like هل انت لديك جاكت جديد هل انت لديك جاكت جديد no i a no i no i haven't there was cinema in your town هل يوجد سينما في مدينتك طبعا هنا السينما مفرد فينفعش اقول ايه where there لو هي ماضي هل كان يوجد لا هي هنا مفرد بالتالي هختار is لكن لو was موجودة تنفع لكن هو عشان كده مش ايه مش موجودة في الاختيارات how you do you go swimming twice a week هي مفرود كم مرة تذهب للسباحة مرتين في الاسبوع يبقى كم مرة يعني how often subject do you like best math or science ايه الماضي اللي انت بتحبها اكتر الرياضة الرياضيات ولا العلوم يبقى هنا لما بختار بين حكتين او الايه which يعني اي المادتين انت بتحبها اكتر which subject do you like best your friend got a computer صاحبك عنده computer هل هو عنده احنا عندنا للمفرد معاه للمفرد has got طيب معاه للمفرد يبقى have got يعني اقول my friend has got انما my friend is اصحابي have got يبقى has your friend got a computer car is this its احمد's سيارة من هزيه ملك احمد لما اقول ملك من او بتاعت مين يبقى whose car is this بعد كده السؤال التاني complete the sentence with the correct form of the words in brackets هنكمل بالكلمات دي لكن بالصيغة الصحيحة you play chess yes i do هل انت بتلعب شطرنج هنا عندي الاجابة بايه بدو يبقى السؤال هنا بهل هنا you بتاخد ايه بتاخد دو يبقى do you play chess لان الاجابة بايه بدو يبقى اسأل بدو لو هنا does اسأل بدو are you happy هل انت سعيد no i am no i am not no i am not happy هنا اليو هتتحول الى i طب i بتاخد ايه i بتاخد am وحم فيها لان no بتيجي معايا نفي يبقى no i am not you come do you come to school باي بس بالقطوبيس يبقى هنا كيف تأتي للمدرسة يبقى كيف يعني ايه بس انا وصلت الموصلة تقول how how do you come to school can she swim هل تستطيع ان تسبح يبقى yes ايه ببدل yes she can yes she can do you jazz هل انت بتحب موسيقى الجاز طبعا دو بجيب بعدها الفعل في المصدر يبقى do you like yes i a got two sisters ايه انا عندي اختين بنات يبقى yes i have got have got يعني عندي old are you twelve years old كم عمرك عمري 12 سنة يبقى كم عمرك يعني how old are you how old يعني كم عمرك car is yours the black one ايه السيارة بيكون ملكك السيارة السوداء يبقى لما اسأل عن حكتين بخير ما بينهم اقول which car is yours ايه السيارتين ملكك ايه سيارة ملكك يبقى which car is yours broke the window اشرف مين اللي قصر النافذة يبقى who broke باسأل عن الفعل العقل يبقى who broke the window how is the burger sandwich twenty pounds ايه ساندويتش ساندويتش البرجر بكام بعشرين جنيه يبقى how ايه كامل السمن how much ذا كده كان حلي grammar unit 7 اتمنى تكونوا استفدتوا معي لو في ايه اسئلة يريد تكتبها في الكومنت وتنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة good bye